أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر ملتزمة بسرعة إنفاذ المساعدات لإغاثة أهالي غزة وأن الإجراءات المؤقتة الحالية هي نتيجة إدراك مصر خطورة الوضع بالقطاع وأوضح المصدر أن مصر تؤكد على ضرورة سرعة فتح كافة المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع ووقف الإجراءات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات مضيفا أن مصر توصل جهودها لإعادة تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين ولفت المصدر إلى أن مصر تجري اتصالات مكثفة لاستعادة الهدوء بالقطاع بالتزامن مع إنفاذ الوقود والمستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع مشيرا إلى أن مصر تحذر من كارثة إنسانية في ظل استمرار استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات والمخابز ومخازن المساعدات والمناطق الآمنة بالقطاع كما أضاف أن مصر تحذر من كارثة إنسانية في ظل استمرار استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات والمخابز ومخازن المساعدات والمناطق الآمنة في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر